سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها في سوريا تكشفت العديد منها خلال السنوات الماضية لتظهر فداحة معناه الشعب السوري وما يزال منظمة حضر الأسلحة الكيميائية أكدت في تقرير جديد لها أن قوات النظام استخدمت الكلور لقصف مناطق المعارضة عام 2016 وبينت المنظمة أن لديها أدلة جديدة تؤكد أن الهجوم وقع بالقرب من مستشفى الميداني خارج بلدة كفرزيتا بمحافظة حما وأوضح تقرير المنظمة أن بعثتها لتقص الحقائق أكدت أن طائرة هليكوبتر أقلعت من مطار حما العسكري الذي يسيطر عليه نظام الأسد وأسقطت استوانة كلور صناعية واحدة على أقل تقدير وقال التقرير أن المفتشين وجدوا أن الاستوانة تفجرت وأطلقت مادة سامة ما تسبب باختناق العديد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب من موقع الهجوم بعد ذلك بوقت قصير قامت المروحية بإسقاط برميلين متفجرين ويقول المراقبون أن تقرير منظمة حضر الأسلحة الكيميائية سيعزز الضغط على نظام الأسد من الدول الغربية للتخلص من استخدامه للأسلحة الكيميائية على الرغم من تواتر الأدلة التي تدين النظام باستخدام غاز السارين والكلور في الغوطة وأحياء أخرى من الريف الدمشقي خلال عامي 2013 و2014 فيما شهد عام 2015 على عدد الأكبر من هذه الضربات حتى وصلت إلى 69 ضربة كيميائية قبل أن يعود إلى قصف خان شيخون عام 2017 ودوم عام 2018 باستخدام ذات السلاح المجتمع الدولي الذي لا يزال يبحث عن أدلة لإدانة نظام الأسد باستخدام السلاح الكيميائي يتغافل عن عدد لا يحصى من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تسببت بمقتل وتشريد ملايين السوريين ما زالوا ينتظرون عدالة تقتص من مرتكبي تلك الجرائم وتعيد لهم ولو شيئا من حقوقهم المنتهكة